مهرجان القاهرة موضوع التكريمات والجوائز تفاصيل أكتر بقى عن المهرجان وعن أهم الأعمال والممسلين اللي تم تكريمهم هنعرفها من ضفنا اللي بنوارنا النهاردة الناقد الفني مصطفى الكلاني صباح الورد عليك صباح الفن طب أنا أبتدي بالتكريمات ولا أبتدي بالمهرجان ولا أبتدي بإيه تاني نبدأ بالمهرجان الأول يلا المهرجان الدراما حقق نجاح في الدورة الأولى اللي اتعملت هنا في قاعة المنارة وكحفل توزيع جوائز لأفضل في الدراما التلفزيونية ولازم أحدد لأنه هي أي حاجة دراما أصلا يعني المسرح والسينما والراديو كلها أي عمل ولكن هم نتكلم بالأخص على شاشات التلفزيون أو الدراما التلفزيونية بالزبط كده يعني هو التسمية نقصة شوية لازم يتضاف عليها إيه الدراما التلفزيونية ده بالأساس فالمهرجان في الدورة الأولى كان لطيف جدا وعنده كذا بصمة مهمة فكرة تكريم الناس اللي ما بيشتغلوش دلوقتي فكرة تكريم أسامي مهمة زي كان الأستاذ صلاح السعداني ربنا يدي له الصحة يا رب فالسانية دي الدورة التانية اللي تنقل المهرجان للعالمين علشان ياخد من الزخم بتاع المهرجان الكبير اللي شغال هناك بقاله شهر ونص دلوقتي ومهرجان العالمين فإحنا كان المكان أوسع طبعا بكتير أرحب بكتير مساحة مختلفة وجو الشو المرافق للمهرجان كان أكتر وده كان أنا كان بالنسبة لي كان ميزة اضافت لي مهرجان الدراما ما كانوا في العالمين أفضل كتير من قاعة مقفولة وجزء من الحدوتة إنه كان كمان عندك فرصة كبيرة إنه يجي لك عدد أكبر بكتير من النجوم وده اللي حصل إنه عدد كبير جدا جدا من النجوم كانوا موجودين يعني كان أكتر من 400 فنان كانوا موجودين جو الحفلة اللي تعبرت أول البرحة طب يمكن إحنا بعد المهرجان لو هنبتدي بقى نقول شوية سلبيات كده لأول بعدين نروح للإيجابيات شفنا جدل واسع على السوشيال ميديا بخصوص الجواز والتكريمات في حاجة بقى ناقد الفني اللي معينا النهاردة فهنتكلم بالتفصيل عن التكريمات والجواز شايف مين كان يستحق فعلا الجواز دي ومين اتظلم وكان المفروض يتكرم ولكن إحنا ما شفناهوش بتكرم في المهرجان ده طيب إحنا لو هنتكلم على الجدل أولا الجواز الخاصة بلجنة التحكيم كلها في محلها ما عدا غياب ريهام عبدالغفور بس يمكن كلنا كل الناس على السوشيال ميديا قالت هي فين ريهام من التكريمات دي بالزبط كده يعني وبعض الفنانين الفنان كريم فاهمي كتب بصراحة عجبتني جدا قال ريهام عملت سيزن ولا محمد صلاح بالزبط كده إزاي ريهام ما نشوفهاش بتكرم ريهام فعلا السنة اللي فاتت كانت بطلة أعمال درامية كتيرة جدا وكلها نجحة ومتنوعة للغاية إزاي ما تكرمش؟ وعملت واحد من أهم المسلسلات اللي اتعاملت خلالها 20 سنة الأخيرة اللي هو وش هده؟ صحيح ده مسلسل إحنا بقلنا كتير ما خرجناش من القاهرة وما بين مجتمع الكمباوند ديت مسلسلات الكمباوند ومسلسلات الحارة اللي في النص ده للأسف مش عندنا خالص فإنك تخرج برا القاهرة وتروح تصور في طنطق حرفيا خارجي وسط الشوارع ووسط الناس والمسلسل نفسه كان مكتوب بشكل حلو جدا ورهام عبدالغفور فتحت الموسم بتاعها بواحد من أفضل المسلسلات في تاريخها وبالنسبة لي فعليا هو من أفضل المسلسلات في أخير لي أني مسلسل لأن رهام فعلا كان عندها الغرفة 207 كان عندها كذا كذا مسلسل كذا حاجة كذا حاجة ولذلك إحنا كنا كلنا مستغربين من غيابها عن جواز وتكريمات مهرجان الدراما إحنا شفنا مثلا إحنا كنا متكلم قبل الهوى على إنه تكريم محمد دينيدي الناس كلها بتتكلم إنه مش في محله وخلينا واضحين إنه هو مش في محله يمكن النار شايفة لأن هينيدي ملوش أعمال درامية من ثلاث سنين تقريبا كان آخر حاجة أرض النفاق وقبلها كتير ما عندوش حاجة تمام وإداءه مش يعني مش قد كده بصراحة تلفزيونيا مش موجود خالص بس خلينا نقوله إنه محمد النادي طبعا نجم كبير ده ده محدش يقدر إنكره وتقلط كتير ولكن محدش يقدر إنكره خالص إنه نجومية هينيدي ككوميديان وكممثل شاطر محدش يقدر إنكرها فقد البصلة بقاله شوية فقد سنس الكوميديا بتاع زمان محتاج يقعد مع نفسه ويراجع نفسه ويقعد يشتغل على نفسه من جديد كممثل ويرجع هنيدي بتاع زمان بس في الآخر لا أحد يستطيع انكر نجومية محمد هنيدي ولا الدور اللي عملوا في صناعة الكوميديا مع بداية مجموعة المتحقين الجدد اللي ظهرت من 97 وكانت النقلة بفيلمه صعيدي في الجامعة الأمريكية فإحنا ما نقدرش ننكر دوره بس لازم نقد كده نهمس في ويدله ونقول له يا فنان انت محتاج ترجع تشغل على نفسك كتير وتزبط أدواتك وتتعاون مع ناس جديدة طب حيك نوكة فني فحيك يعني السؤال ده حيك الوحيد اللي اعترف تجاوب عليه إيه اللي وقع من وجهة نظرك عند هنيدي وحاسس ان هو لأ لأن هنيدي نجمته لعمر إيه اللي وقع مننا ومحتاجين نبص إيه الأدوات رحيك شايف إن هو محتاج يزبطها عشان يرجع تاني يبقى on track زي ما بيقول بص في حاجة كده احنا بنقولها إنه مثلا إنه عمر دياب لو طالع النهار ده غنى رياني يا فجل الناس هتسمعه أوكي بس ده عمر دياب اللي هو مهما هيقدم للجمهور الجمهور هيسمع ومع ذلك عمر دياب كل يوم بيشتغل عن نفسه بيقدم جديده بيقدم أفكار جديدة وبيقدم كلمات بشكل مختلف ولو تلاحظي خلال كم سنة الأخيرة بعده يجدد في حاجات كتير جدا جدا صحيح في أغنين الأزمة إنه هنيدي ما بيبزلش مجهود على شغله خالص وده اللي مخليه ذلك اللجم الكبير الموهوب الشوطر مش مقتهد ومش بيعمل حاجة مختلفة مش بيفكر مش بيشوف الدنيا وصلت إيه بره مش بيشوف الزميله الأصغر منه سنة عاملين إيه متفوقين في إيه وهو ليه أقل منهم فعلشان كده هو للأسف لكن فيه فنانين شوية بياخدوا فترة استراحة كبيرة وبيرجعوا ممكن يبقوا مش مواقبين الجيله وفيه فنانين تانية زي كريم عبدالعزيز مثلا ياخد فترة استراحة ويرجع قسر الدنيا هل الجاب دي بتعمل مشكلة؟ لا خالص فيه الجاب دي بتبقى صحية في بعض الأواد؟ طبعا طبعا مهم مهم إنك تغيب موسم واثنين وترجع قوي ليه لإنك انت بص هل حالك اللي حاجة الفنان بيبقى مخزون مخزون قراءة مخزون متبعة مجتمع مخزون متبعة شخصيات وكاركترات هو طول الوقت هو يعد مع حضرتك بيركز فيه طريقة أدائك في كلامك في حركتك في أدائك بأيديك ويسجل ده في ذاكرته البصرية وفيه ناس كانت بتسجل في الكراسة زي الأستاذ النور الشريفة الله يرحمه ويحسني ليه اللي هو يعني ده أستاذ في المنطقة دي فهو كان عنده كراسات بتاعته بتاعت الشخصيات فيه ناس بتسجل في دماغه فيه ناس بتسجل في كراسات وتقعد تشتغل على نفسها إنما إنك توصل لمرحلة إنك إنت لأ أنا مش عاوز أنا مستغني أنا نجم أنا مش موجود خلاص لا بس أكيد أكيد مفيش فنان هيبقى في دماغه إنه هو مش عاوز لا لا بيوصل لمرحلة في كده إنه هو بيبقى مستغني خلاص وشايف إنه هو لو عمل أي حاجة الناس هتقبل وده مش حقيقي وده شفناه أخيرا في مرعي البريمو مش عايزين برضو نظلم الفنانين لأن سعاد لكل جوادن كبوة سعاد بيبقى فنان كبوة جدا ويعمل فيلم لا ما هدي مش كبوة دي كبوات حل فإنه يتكرم في مهرجان الدراما ده يعني واضح إنه هي محاولة بس إنه إيه يتقلم تنجمه كبير وموجود وكده بس يعني إيه الأرصة الودن اللي حصلت على السوشيال ميديا بعدها على ما أظل إنه هي تفوق هني دي تاني لأنه حصلت أرصة ودن بعد نزول الفيلم وأرصة ودن تانية بعد التكريم بعد الحفلة فيعني أرصتين الودن اللي وراء بعضه مفروض يفوقوه يقولوله ارجع اشتغل تاني على نفسك وارجع هني دي النجم الكبير المحبوب اللي إحنا كلنا بنحجه بنستنى أعمال نجم كبير طبعا وإنتي حرق قلتي مثال مهم جدا كريم عبدالعزيز هو كان وقف على نفس المسرح مع هني دي هل في حاجة وقعت لكريم عبدالعزيز لا فيه بتبقى في حاجات نص نص لكن تقع طب إيه اللي من حاجة نظرت لكريم عبدالعزيز نص نص مثلا البعض اللي يذهب للمأزون مرتين مثلا مع إن الفيلم ده نجح بحلقة ما عايش نجح كبير يعني في الآخر انتي عندك شوفي عمالي المقارنة بينه وبين بيتروبي وزاكيرة والجن مثلا لا بيتروبي مثلا احنا بلاق احنا ده كوميدي وده كوميدي خلينا نقارن بين الجنر الوحدة ده كوميدي وده كوميدي شوفي ده المستوى بس ده مقت كبير قوي والله على الفنانين يعني ضغط قوي ان انت تبقى قاعد لازم الفيلم وده ينجح زي الفيلم ده وينجح أكثر عشان كده بقولك ساعات بتبقى الحظوظ السيزن المنافسة السوق فيه ايه أفلام دلوقتي فالفنان بيتظلم أنا معاكف كل ده بس تعالي نتكلم مثلا ان احنا النهاردة لو اتكلمنا على فيلم لكريم عبدالعزيز من حاجة وعشرين سنة لما اتجمعت الصورة بصورته هو ومونة زكي على المسرح والناس افتكر تضحك الصورة تطلع حلو الفيلم من كم سنة؟ من كتير كتير جدا حال؟ من الاتنين كانوا الاتنين في بدايتهم بس الناس فاكرها هو الحدوتة كلها انه ايه الفيلم اللي يعد عشرين وثلاثين واربعين سنة؟ الناس فاكرها الناس لحد النهاردة فاكر افهات الاقل كبرت الاقل كبرت كانت من كم سنة؟ طب هل ده هل ده نجاح فنان ولا نجاح مؤلف ولا نجاح سيناريو منظومة منظومة متجاملة دائرة كاملة اشكي بقولك ساعات الفنان بتظلم ممكن الفنان يبقى السيناريو بتوعى مش قلطة في حياة لا 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 ما فيه حاجة مهمة لا لا ما فيه حاجة مهمة لا ما فيه حاجة مهمة احنا النهاردة بنتكلم على فنانين كبار خبرات وسنين وش عربية خلاص فاحنا لازم نكون ايه عندنا قدرة لذلك انا لما كتبت المقال بتاعي عن هنيدي سنس الكوميديا بتاعه اللي هو طول الوقت كان سنده انه هو سنس الافيه فيه شاب كريتوب بوس انا شوية عشان انا من عشاء هنيدي انا لما بجيلك تقاتي شوية بشغل افلام هنيدي انا من عشاء هنيدي يعني افلام هنيدي من نسبالي فيه شاب كريتوب اعلانات اسمه هدي كان بيعمل حاجة على يوتيوب اسمها مراجعة نهائية كان عامل حلقة عن فكرة انه في مصرحية من مصرحيات هنيدي اللي كانت بتتصور تلفزيونيا فحصل لخبطة فيه الحركة بتاعت كل ممثل وما كانوا فين وما كانوا فين من الكاميرات فهو وعلق ولي الدين وإحمد السقا وشريف مونير وانه كل واحد فيهم يبقى ازاي وانه هنيدي حلها ازاي بسرعة بديهته وقدرته الكوميدية غير العادية هو فعليا هو موسل عظيم كوميديان هاي بس ايه احنا ليه التعليقات اللي عليه كانت سيئة واحنا لازم نشوف ده انا قلتلك بقى لكل جواد كبوة وان شاء الله تبقى كبوة واتعب بالظبط طب على سيرة بقى احنا عندنا ممثلين كتير كبار وشعروهم قبل الحقيقة انا من فترة كده كنت مفكر بقول فيه فئة عمرية معينة مش موجودة عندنا في الفنانين يعني لو خدت بالك هتلاقي الفئة بتاعت الشباب الصغار قوي اللي هما 17-18 حاجة وعشرين ماكسموم وبعدين 40 فيما فوق التلاتينات دي اللي في النص انا كدنا كون ما عندناش فعلا فنانين كتير من الفئة العمرية دي ليه؟ طب قولي كده مين ما احنا لسه عندنا هو عندنا حمزة العيلي لسه متكرم بس انا قصدي طبعا طبعا حمزة فنان جميل ولكن انا قصدي نجوم صفة اول زي ما بيقولوا عندنا يعني كريم عمد العزيز احمد عز عسر ياسيق يعني لو بكست معي هتلاقي كله فوق الاربعين لو ااخد بالك يعني او شباب صغيرين جدا فليه عندنا جاب كده عندنا فاق عمرية فعلا مش موجودة كابطال ليه عندنا عندنا محمد عبر احمن شوية عندنا بص انت حتى بتقول ايه شوية ايو ماشي اوكي هو هو لانه احنا عندنا كان عندنا مشكلة كبيرة اصلا انا قلت تفكر زي كده لما تسألت السؤال ده انا مش لاقي ماشي هو القصة اللي حصلت انه في جيل في النص من بعد جيل الاسادزة عدل امام ونور الشريف محمود عبدالعزيز وياحي الفقران في جيل في النص كده برضو واقع شوية اوكي واقع راح فين بقى يعني جيل في النص بقى واقع راح فين اللي هو جيل شريف مونير واخرين اللي هم طلعوا في اخر التمانينات وحصل حرب الخليج وحصلت الازمات اللي حصلت في السينما وقتها والسينما وقعت عندنا فوقعت تجاريا حلو فحصلت الازمة دي لحد ما جي جيل هني دي طلع انقذ شوية الجيل بتاع النص زي وطلعوا معاه في بس ده برضو هنتكلم عليهم جيل اربعين فيما فوق خمسين فيما فوق لا ما هو ده ما هو ده لا احنا بنتكلم في ستين فيما فوق اي مش هازين نقول كده بقى خمسين فيما فوق اه اوكي فده برضو حصل المرة التانية مع 2011 حصل جاب كده شوية انه لحد ما بدأ يطلع جيل تاني طبع انت مش حيسس ان احنا محتاجين ابطال وجوه جديدة شوية لا احنا محتاجين ان احنا نشتغل على المنظومة منظومة الكتابة في الاول احنا طول الوقت بيطلعوا عندنا يقولولنا اصلوا احنا عندنا مشكلة ورق عندنا مشكلة ورق هو احنا ما عندناش مشكلة ورق هو احنا عندنا مشكلة الورق ان احنا بنسميه ورق اسمه سناريا هو مشكلة الورق ان احنا دايما دايما بنخليه اخر حاجة احنا نجيب المنتج والمخرج والأبطال طب مات يلا نشوف حاجة ناسبنا فنقعد نفصل فحط في المشهد ده حسو ده شكله ده مخفيف بو هيبقى حلو طب حطيلي مش عارف ايه طب حطيلي طب أصله فلان جو زختي ولازم نحطه معانا أصله فلان ابن خلتي ولازم نزقه معانا أصله مش عارف مين فالحدودة بايت كده نحش فيه فيضرب مننا بالزبط يعني بالبوساطة وده بيحصل في كل الحاجات هتلاقي أفكار ممكن الحدودة بتبقى لطيفة جدا احنا بقى يعني كان عندي كده ايه حاجة كنت بكتب عليها انه هو انه احنا عندنا دايما الفلام نصاص تلاقي الفيلم كده ماشي ماشي مظبوط تمام وزي الفل تخش تطلع في الاستراحة تكل الفشار ترجع تلاقي الموضوع بس تماما اه الحدودة بقت خلاص أوقات أنا معاك في بعض الأفلام مؤخرا الحكة الدرامية لأنه احنا بنقعد نفتح خطوط درامية بس الترقيع والتفصيل ويخليك ما بتعرش تقفل خطوط درامية دي فاللي هو يلا نقفل مش عارف تخليها منطقية بالضبط يلا نقفل وخلاص معك حق فتبقى غير ممنطقة تماما مش منطقية نهائيا وخلاص فالموضوع بيبوز هو طول الوقت احنا عندنا أفلام بتخرج الاستراحة في الفيلم ترجع ما تلاقيش الفيلم بس خلينا نقول برضو عشان احنا كده بنعمم احنا كان عندنا أفلام هيلة الفترات اللي فاتت وأفلام كبيرة وجميلة فيعني مش عايزين برضو نظر في أفلام زي كيرة والجن زي ما أنا قلت زي فيلم زي الفيل لازرح هتلاقيني برضو بروحش لا وطبعا برضو ما هو ده في أزمة سيناريو في السيناريوهات وفي الكتابة أحمد نورات بيذاكر كويس قوي من وجهة نظر لا أنا مش معاكف ده خالص من وجهة نظري الناس في الفيلم ما بتحسش أبدا بجعب ما بتحسش أبدا أن الموضوع مش منطقي ما بتحسش أبدا لا لا بالعكس لا في كده والجن اللعبة الأساسية أصلا غير منطقية ما هو الفيلم برضو لا اللعبة الأساسية هو خيالي برضو شوية ولكن انت ما حسيتش بدا هو خيالي بحث يعني ولكن انت ما حسيتش بدا ما حسيتش أن انت أنا مش مصدقكو على فكرة أو انت عملت حديثي من هنا لا أنا مصدقتش أنا مصدقتش أنا مصدقتش لا أنا مصدقتش بانه انت مقدم لشخصية اللي مقدمها سيد رجب في الاعلى انه الشخص ذلك الشخص المتفاني جدا فانه يتحول لشخص تاني في اللحظة في لحظة اصلا الدعم انه هو جاي له الدعم انه هو خليك صامد واحنا معاك فانه يتحول لشخص تاني في نفس التوقيت ده ده غير منطقي بالمرة لكن البناء ادمين في الحياة العادية بتحولوا الان هو منطقي بالمرة ايو بس هو انت في الدراما انت لازم بتديني تميد بص هولا حريك على حاجة احنا حطين في الترابيزة دي في شوية حاجات الموتيفات اللي احنا حطينها على الترابيزة دي جوه الدراما لازم يكون ليها معنى لازم الكلمة الشوت لازم يكون ليه مردود في نهاية الفيلم مفيش اي حاجة كده بتحطيها طباطا طب على سيرة بقى ان كل حاجة لازم يكون ليها معنى خليني ياخدك للجانب الكوميدي شوية مؤخرا كانت الافلام يعني متعتمد على شوية افهات وحاجات كده رجعنا تاني الحمد لله نعمل اعمال كوميديا هدفة ليها معنى زي بالحجم العائلي زي افلام كتيرة ومسلسلات كتيرة كانت في محلها زي ما بقل وشوفنا تكريمات لماجد الكدواني ورانا رئيس خلينا بقى نرجع لموضوع الكوميديا ونرجع لموضوع التكريمات طيب اولا انا اكتر حاجة عجبتني هي الجايزة السلسية العظيمة بتاعة طهد سوقي وعصام عمر وعمر شليف هلون هو اسمه موضوع عائلي موضوع عائلي اه موضوع عائلي اه موضوع عائلي لا هو بالنسبة بالحجم العائلي بتاعها الفي خراني برضو مسلسل كوميدي صحيح لطيف جدا ومن قلطف الحاجات اللي اتعاملت اصلا اه اه يعني انا بالنسبة لي انا بحبه جدا كمسلسل من لطيف بشكل غير عادي اصلا وانا كمان عشان كده هو جيب بالي هو اللي جيب بالي لان احنا برضو مرتبط بانه السلسية هو الرئيس المهرجان فالموضوع اه 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 اتفرجي بس على فكرة انه بقى شوفي الفرق بقى ماجد الكتواني الممثل الراسي التقيل اللي مليان وعنده مخزون طول الوقت بيخرج في ادوار متنوعة بتفاصيل كتير جدا كل دوره مختلف عن التاني تماما تماما اتفرج عليه في الاصليين هتلاقيه غير اسماء هتلاقيه غير موضوع ايلي هتلاقيه غير يعني كل احنا ماجد الكتواني فعلا نقول كمبيلة تمثيل حرفيا يعني وكمبيلة ضحك وفي الكوميدي وفي الدراما تعيد هقول له حريكا الحاجة هقول له حريكا الحاجة المكتبة اللي ورانا هنا هي جزء من ديكورل استوديو المكتبة عند ماجد هي جزء من دماغه هو شخص بيبقى بيذاكر بيتفرج بيشوف هو عنده مخزون عنده مخزون طول الوقت بيشوف ده المثال حيك كنت بتقول عنه ان هو بيشتغل على نفسه طبعا اه طبعا وبيثقف نفسه انا النهاردة لما ادخل على فتح عبداللهاب فيقعد يكلمني في في الجديد ونقعد نتناقش في افلام وشخصيات وكتب ويقول لي قريت كذا وما قريتش يعني الله يرحمه الاستاذ نور الشريف كان بيقعد يناقشنا يناقشنا في الكتب دكتور مادكور سابت رئيس المركز القومة للسينما كان بيقعد يعلمنا ويبعتلنا الكتب لحد عندنا كان بيبعتلي الكتب لحد عندي في الجرنون وبعدها باسبوعين ثلاثة يكلمني ويكلمني كان خالد مدير مكتبه ويقول لي تعالى دكتور مادكور عايزك وهو من هو دكتور دكتور مادكور سابت وحد من اعظم الاسماء المهمة الاكاديمية اللي درست فن فيقعد يناقشنا في الكتب اللي هو اصدرها في الاكاديمية ولا كان في المركز القومة للسينما يقعد يناقشنا فيها ده بقى اللي بيفرق الممثل عن الفنان عن النجر الناقض الفني مصطفى الكلاني نورتنا النهاردة وصباحك صباح الورد صباح الورد السادة مشاهدين دي كانت نهاية فكرتنا الاولى استنونا بعد الفاصل فكرتنا التاني